تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022 استقبل سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عددا من الكوادر التعليمية الذين تعاقبوا على تعليم سموه من مدرسة ابن خلدون الوطنية وأكد سموه أن دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه للتعليم في مملكة البحرين فتحت آفاقا واسعة في المجال العلمي وفق منهجية واضحة المعالم ساهمت في تكوين الشباب البحريني وتطويره في المجال العلمي على أسس حديثة ومواكبة لتطور الحركة التعليمية خصوصا أنها تشغل حيزا من فكر جلالته المنير والذي يعتبر النور لمستقبل زاهر لمملكتنا الغالية موشيدا باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ودعم سموه المتواصل للحركة التعليمية الرافدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين وقال سموه نستذكر اليوم تلك الأيام الجميلة التي عشناها في مرحلة الدراسة منذ الصغر في مدرسة ابن خلدون الوطنية وسعيد بلقاء الأساتذة الأفاضل الذين تعاقبوا على تدريسي فهم من لهم الفضل الكبير لما وصلنا له اليوم كما كتاب سموه على حسابه الشخصي في تطبيق الإنستجرام قم للمعلم يوفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا وأشهد سموه شيخ ناصر بن حمد بالدور البارز لمدرسة ابن خلدون الوطنية في تنمية الشباب البحريني وقدراتهم وحرص المدرسة على احتضان الدارسين وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات حتى الوصول إلى مرحلة الشباب مبينا سموه إلى أن الخطة التعليمية في مدرسة ابن خلدون الوطنية تعتبر من الأساليب الحديثة والمتقدمة والمبتكرة والتي تؤكد على الرؤية طويلة الأمد التي تسير عليها الهيئة التعليمية في المدرسة متمنيا سموه للهيئة التعليمية والإدارية كل التوفيق والنجاح ولجميع الطلبة عاما دراسيا جديدا وبداية موفقة بإذن الله من جانبهم أعرب الكادر التعليمي لمدرسة ابن خلدون عن خالص تقديرهم وشكرهم إلى سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم سموه المتواصل للحركة التعليمية في مملكة البحرين وأن سموه يعتبر ملهما للطلبة والطالبات في المدرسة في تقديم الأفكار والابتكارات في مختلف المجالات في ظل ما يتمتع به سموه من حنكة وقدرات هائلة ساهمت في إبراز العديد من الشباب البحريني ترجمة نانسي قنقر